اعتقال والدين بتهمة القتل بعد وفاة طفل بسبب سوء التغذية الحاد في تيرول ده كان لشخصين طبعا دول أسرة نمساوية ولكنهم يعني هم نفسهم يعتبروا أطفال يعني بس أنا استغربت في الخبر أنه عندهم أربع أطفال واحد توفى لسوء التغذية وتلاتة خدتهم طبعا التخطيقات جارية مع الوالدين بهذا الشأن ولكن بصراحة يعني في حال صح هذا الخبر أنا هذا الخبر أكيد يعني ما الذي يعنينا به هو هو أن يعني يوجد العديد من العائلات المهاجرين اللي بياخدوا مساعدات الأطفال والكندر بايهلفة وفاميليا بايهلفة وما بعرف شو كذا والأب والأم بتلاقيهم بحطوهم بجيابهم وبيقللوا على أبناؤهم من ناحية الطعام للملبس من ناحية الأكل من ناحية الاعتناء من ناحية الترفيه من ناحية يعني العديد من الجوانب فبالتالي يا سيد الكريم اللي بياخد أموال خاصة بالأطفال هاي للأطفال هاي لازم أنت تحاول تقدم لطفلك فيها كل ما يمكن يساهم برفاهيته يضاف على ذلك إذا أنت الشخص نفسه الشخص نفسه قادر على أنه يقدم لهم أكتر فيقدم لهم أكتر يعني لاحظ هذه الحادثة بسبب سوء التاغذية توفى الطفل أخذوا ثلاثة أولاد فتفضل هلأ هذول الأشخاص اللي وصلوا اليوغرد أمت الله بيعناه كيف بدل يخلصوا كيف بدل يخلصوا منه ما بيعرفه وإذا خلصوا أصلا يعني غالبا غالبا إذا أدينوا إذا فعلا طلعوا الآباء مقصرين بابنهم هذول عمر ما عادوا يشوفوا أبناءهم فتخيل هذه الكارثة يا سيد الكريم طبعا بس بموعيده كده تخيل هذه الكارثة ويمكن ما يشوفوها في حالة أثبت أنهم مضمنين أو عنيفين أو 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 ما وعدوا يشوفوها يمنعهم من يشوفهم وفي عشرات الحالات اللي عندهم مشاكل وفي ناس مظلومين في ناس مظلومين باليوغنت أمت وخذت أبناءهم منهم وما لا قادرين يعمل فيه شيء فبالك بالظالم طبعا يعني نتمنى ده يكون قرس انظار يعني للجميع ترجمة نانسي قنقر